نخش بقى على المدعكة بتاعت الـ الله اصلي المشهد ده جماعة متعرفوش المشهد ده بيحرك فيها أشجان قد ايه وأشواق قد ايه عربية الفول دي او الله العظيم يعني انا اخر عربية فول كنت باكل فيها كانت في العجوزة في العجوزة اه في العجوزة باعتبار ان اخر جرنال اشتغلت فيه قبل ما اجع على تركيا مباشرة في العجوزة فكانت العربية في العجوزة فكان اروح دايما الصبح اضرب طبق الفول بالبيض طبق فول بالبيض محترم كده ومعاهي الجرجير الصلطة والفلفل ولو انت يعني معاك كل ريتس وبتاعت اضرب لك شوية بصل عشان الريحة مع الزملة ما تقزياش وتروش النفسك وراها قعد على القهوة اضرب لي كوبات الشاي بحليب اللي بقى بربعين جنيه دلوقتي وادفع على عشرة جنيه وادفع على عشرة جنيه بيقولك السندويتش زاد اثنين السندويتش نفسه اللي هو كان بجنيه يعني السندويتش ساعتها كنت باجيبه بجنيه سندويتش بجنيه السندويتش نفسه زاد اثنين جنيه وشفت طبعا اسعار كتير الناس بتنزيلها على السوشيال انه السندويتش ب13 و15 جنيه في بعض المطعم يعني زي مطعم جاد ومطعم الشابرة والحاجات اللي هي احنا بتاكل منها اللي هي بتاكل منها عامة الشعبة مش الطبقة الهاي ده فيه مطعم تلعت الطبقة الهاي دي دي حاجات تانية يعني مش عارف مطعم مش عايز اقول اسمها يعني بس بشوف انا ريفيوهات كتير مصر كلها بتعمل ريفيوهات اكل ريفيوهات اكل دي للناس اللي بتعرفش يعني يطلع قولك انا في مطعم كذا وباكل فيه ويعمل شويتين حلوين كده مصر كل شوية يجيني فيديوهات لناس بتعمل ريفيوهات اكل فالمطعم دي يعني دي مطعم شعبية جاد والشابرة والبتاع سندويتش ب13 و15 جنيه يعني الطبيعي يعني احنا كمصريين سندويتش بيأكل اللي هو القنوة يعني القنوة بياخد ثلاث سندويتش يعني القنوة تمام واحد فول واحد طعم واحد بطاطس لا تمام يعني كفاية كده فهدفع خمسين جنيه سندويتشات الصبح خمسين جنيه في الفطار طيب لو انا لو انا مش هاكل اي لحمة ولا الحاجات اللي هي هتطلع دلوقتي قدامنا على الشاشة استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله دي يعني اه وهاكل الثلاث واجبات كده ثلاث سندويتشات فطار وثلاث سندويتشات غنى وثلاث سندويتشات عشان فمحتاج 150 جنيه في اليوم لو انا بقى هأسرة مكوانة من الاربع افراد وهأكل العيال اطفحهم العيال ما ياكلوش غير طعمية وبدنجان وبطاطس يبقى محتاج 600 جنيه في اليوم 18000 جنيه سندويتشات فول وطعمية للأسرة اللي هي الأسرة اصلا بتاخد 3000 جنيه عشان كده دايما لما نجي نقعد مع بعض هنا ويجينا مساء اي حد من مصر مساء بديجي ناس كتير جدا من مصر ضيوف وناس زوار سياحة وناس بتاع طب يا جماعة الناس عايشة ازاي ولكن والله الناس مش هتكلم نفسها في الشارع وشوفتوا انتوا ببراح الفيديو اللي عرضنا الراجل اللي شاء اهدومه ده طب اي حاجة؟ مع مع تأكيدي على هذه الكلمة اللي انا والله مش حابب اقولها الاسوأ لم يأتي بعد دا كل دا تسخين كل دا تسخين اللهم بلغنا رمضان النهاردة 16 رجب باقي 44 يوم على رمضان شوف رمضان الاسعار هتبقى فيه كل دا تسخين اللحمة يعني استغفر الله استغفر الله ليه بقت يعني ايه طموحات الان للشعب نقطت النهاردة 80 جنيه يعني انا فهم ان الزيادة بتزيد مثلا خمسة جنيه سبعة جنيه ونص تلاتة جنيه لربع تنتزيد 80 جنيه مرة واحدة كيلو اللحمة بربعمل جنيه التمانين جنيه دي انا كنت باجيب بها كيلو اللحمة اللي هي زادت النهاردة دي انا لحد ما مشيت من مصر كنت باجيب كيلو اللحمة دا بتمانين جنيه تقريبا اخل بقى عند الجزار كده واهلا يا باشا اقول له اديني اتنين كيلو هنا وكيلو بفتيك واروح بقى يعني الحمد لله طبقة متوسطة فاجيب لي مثلا خمسة كيلو بتاع واروح دفع ساعتها ربعمل جنيه والراجل يعني بيشتري اللحمة بربعمل جنيه تجيب بيهم كيلو دلوقت تجيب بيهم كيلو هتبقى من طموحات الشعب المصري كان جد والله على الطبقة المتوسطة والطبقة المتوسطة تحت المتوسطة قصوحنا عندنا في الارياف مثلا والناس اللي بتفرج علي في الارياف على الحكاة دي كل بلد لها سوق سوق الخميس سوق السبت سوق التلات كل بلد بيبقى لها سوق فالناس يوم السوق ده لازم تطبخ دي عادة الارياف في مصر كده وهو مهم ان اللي يطلع من اللي يطلع على الشاشة ده يبقى طالع من ارض برضه مش جاي من الكوكب تاني مش عارف تفاصيل الحالي يوميا للمصريين الحمد لله انا واحد منكو يعني فعمل ما هنسى الحكاة دي ولا يعني هحاول تناسى افضل كده لحد ما موت ان شاء الله يا صلى الله السبات يعني قال المصريين يوم السوق بتاعهم ده لازم يطبخوا والناس في الارياف عندنا بيتباهوا كانوا زمان كده يتباهوا انا كنت اشوف الحاجات دي يقولك ايه ما شاء الله ده الحج فلان بيجي يقطع تلاتة كيلو اللي هو فكرة ايه على حسب وضعك الاجتماعي بتقطع قطعية اللحمة والسوق فانت وضعك الاجتماعي من الحج فلان الحج عماد فروح الحج عماد يقطع تلاتة كيلو الحج عماد المسكين الأجري ده يعني يخد له كيلو لربع نص كيلو هو وعياله دلوقتي لا الحج ولا فلان ولا غيره الحج اللي عايز يروح يجيب تلاتة كيلو لحمة ده يدفع له ألف ومئتين جنيه فأصبحت القصة انت بتروح لمساحات اللي هي مساحات ايه؟ دي بتاعت الأحلام عشان هجيب أربعة كيلو لحمة في الشهر لو هجيب كيلو واحد بس مش ثلاثة بقى 1600 جنيه عشان ااكل عيالة لحمة مرة في الأسبوع منين بقى ان شاء الله 1600 جنيه لحمة ها؟ حطوا بقى عليهم الخضار والرز والرز اللي هو مش عارف بقى بكام والسكر بقى 50 وبقى والشي بقى بسبعين ليرة دلوقتي بقى بسبعين جنيه بقى الشي بقى الربع كيلو بقى بسبعين جنيه حط عليها الحكاية دي كلها تدخلك في 3000 جنيه عشان تكلك اكلة وتشرب لك كوبات شاي. اكلة وكوبات شاي. بينين بقى? تلات تلاف جنيه دي اللي هو داخله كله تلات تلاف جنيه. هيوقض الشهر كله يأكل اكلة واحدة في الاسبوع. فحاجة الحقيقة يعني مش ممكن. وزر التموين قالك احنا ما عندناش لحمة. فيه تراجع في كمينات اللحمة المستوردة من السودان. طبعا السودان عندها مشاكل كتيرة. هنبعت نجيب من السومال وجيبوتي. هاتي حبيبي. هاتي حبيب والديك وماله. اكل المصريين اي حاجة. ودي مشكلة على فكرة الله. دي مشكلة ان المصريين بيأكلوا اي حاجة. اي حاجة. لا يتحدث المصري. وانا اسف انا واحد بقول لكم لسه من شوية افضل واحد منكم. لا يتحدث المصري عن الكيف ولكن يتحدث على الكام. يعني ما اقولش مثلا اللحمة دي لأ كزا. انا طبعا عندي مشكلة في معدتي ناس الله تدعونا بالشفاء يعني. فمعدتي شديدة الحساسات جدا. كان عندي صديق رئيس التحرير بتاع الجورنان اللي كنت شغال فيه. كان يقول لكم كان يقول نخرج مع بعض مرة في الاسبوع كده نروح نلعب كورا وبعدين نروح نتعشة سواء. فيقول لهم بصوا عمده اللي يختار المطعم. مش عشان يعني حق وقصد هو اللي بياكل. فهنعتبر انه الاكل اللي بيختاره اكل نضيف ودقيق مياه في المية. لانه لو كانت اكلة وطلعت كده في اشوات مشاكل اجاركم الله يعني مستشفى وبهدلة وحاجات زي كده. فالمصريين للأسف. للأسف ولا اي حاجة. يقول لك يا عم سندوتش الكده بخمسة جنيه دلوقت. وسندوتش الحواوشي بعشرة جنيه. الكيلو بربعمائة جنيه. المفروض ان انا صدق ان الحواوشي ده لحمة. يعني انا انا بعقلي يعني الكيلو بربعمائة جنيه. ولو انت هتعمل كيلو هتحط فيه خمسين جرام. خمسين جرام اللي هي يعني حيت تقدي كده. لحمة ها؟ في عشرين سندوتش بقى الف جنيه. لا يعني هي كسب حلاق؟ لا انت عارف. فقولك سندوتش بعشرة جنيه واش عارف. طبعا في ايه بس؟ في ايه بس؟ لا انا قاسف خمسين جرام دلوقت حط خمسين جرام. هم؟ وبعد سندوتش بعشرة جنيه بقى كام؟ عشرين؟ عشرين سندوتش في عشرة؟ بمئتين. وكيلو اللحمة بربعمائة. ازاي اصلا يعني؟ فالناس في مصر لا تسأل عن الكيف. هاتلي عمم الصومال هاتلي من البتاع مهم ناكل. وده الحقيقة لازم يتغير. ده لازم يتغير. لازم يتغير يا جماعة. المشروع الاساسي لأي نظام حكم رشيد. اتمنى من الله ان انا شوفه قبل ما موت. ان يعامل المصري كبني ادم. ده مشروع في الحياة. مش خلافي مع هذا النظام بس. مع اي نظام. انك عامل المصري ده بني ادم. في اكله. في شربه. في حريته. في مصالحه الحكومية. في مواصلاته. يتعامل معا انه بني ادم. مش يتعامل معا انه اي حاجة وخلاص. اما جيت هنا تركيا اول سنة. كان معانا مترجم شاب صغير كده اسمه اسامة. وقال لي انه راح زار الريف التركي هنا. عنده واحد صاحبه ابوه عنده ارض. فقال له بتستخدمه مبيدات ايه. قال له مبيدات. ده هنا الموليس الحرب الشرطة عسكرية يعني. لو عارف كده بتيجي تقبض عليك وتصدر الارض دي كلها. اللي هو فكرة انت تاكل وانت متطمن. لا في بطيخ مسمم. ولا في خوخ مش عارف في ايه. ولا في خيار مش عارف في ايه. ففكرة الكيف دي مهمة جدا المصيرين اي حاجة. فيعم هات لهم اي حاجة. فاضل اسيدي ادي المفاجآت استعدادا لرمضانه. زيادة في عشرين سلعة. خلال اربعة وعشرين ساعة. ارتفاع اسعار الماكارونا. تلاتة جنيه. الفين وخمسمية جنيه. نطط في تن السكر. يعني كيلو زاد اتنين جنيه ونص. تاني. ارتفاع قائمة التونة سانشاين. والجبنة وساندويتشات دومتي. نشوف يا عم. نشوف التفاصيل. عشان الزمنة مصمميني وجاعها البنة. اسعار جبنة دومتي بعد الزيادة في سبعة وشين يناير اللي هي مبارح. دومتي بلاس فيتا وطعوم وزن. ايه ده؟ الكارتونة اه انا قلت ايه اللي بنتين خمسة ربع كيلو بتلتمية سبعة وسبعين ده ايه يعني. الكارتونة بقت بتلتمية سبعة وسبعين. الكارتونة بقت بتلتمية سبعة وسبعين. الكارتونة بقت بتلتمية وخمسة. وهكذا. دي اسعار الجبنة وساندويتش دومتي سوبريم زيادة اتنين جنيه. بقى باثناشر جنيه بعد بعد ما كان بعشرة. كل حاجة بتزيد في مصر. طيب هو بقى سؤال بس. انا كمواطن. كل ما بيحاجة بتزيد. وانا دخلي ثابت. اعمل ايه؟ هو السؤال ده مش لازم يطلع يجاوب عليه الحكومة والنظام. وقولك اصلا انا مقدر مقدر صبر المصريين واسمودهم. ايوة طبقا ماشي. جزاك الله خيرا لله. وان رضها لك في الافراح والله ان انت يعني ايه مقدر صبرنا واسمودنا. بعد اذن ساعتك يعني بعد اذن ساعتك. نعمل ايه؟ يعني انت كل يوم بتزيد الاسعار بنسبة عشرة عشرين خمسة عشرين في المية. ودخلي زي ما هو. وحضرتك قلتلي الحاجة اللي تغلى ما تشتريهاش. فما فيش حاجة ما بتغلاش دلوقتي. زي ما عرضنا كده سندوتش الفول والطعمية. اللحمة الجبنة الشاي السكر. ايه بقى اللي ممكن اشتريه? وايه اللي ممكن ما اشترهوش? لازم الحكومة تطلع تكلم كده. لكن هو فكرة كلمتين والله احنا يا جماعة ويطلع المزيع اللي هو بياخد خمسة مليون دولار في الشهر. والمزيع التاني اللي بياخد مليونه شوية احمد موسى بياخد مليونه شوية في الشهر. طلعك يا جماعة ما تصبر شوية. وعنده بتاع عشر فيلل يعني. ما تصبر شوية يعني هنعمل ايه؟ الاسعار غالية. بس تصبر شوية. أستاذ احمد تقدر تقعد يومين من غير اكل انت؟ هم؟ تقدر الشيخ خلد الجن دي يقدر ما يكلش الجبنة الكشقاقاء اللي قال عليها دي. هم؟ يقدر ينام من غير جبنة الكشقاقاء اللي قال عليها دي. انت الباطن المسكين. انت اللي ما تاكلش فول وما تاكلش طعمية وما تاكلش عادس وما تاكلش يكون شري وما تاكلش لحمة وما تاكلش اي حاجة. انت تعيش كده عارف انت النباتات على الطاقة الشمسية الضق. فيه علمونا كده النباتات بتتلقى وتطلع الكولوفرين على الضق والحاجات دي كده فانت تعمل كده. تعمل زي النباتات. تعمل تمثيل ضوئي. هيختراعون يا جديد نعمل البن قدم تمثيل ضوئي. رئيس وزر قال لك يا جماعة لازم نظبط الاسواق. انا بس عايز اقول الجملة دي يا جماعة عشان اي عشان واحد لازم يعني الناس دي بصراحة والله العظيم لولا الشاشة ولولا احترام السيدات اللي بيتفرجوا علينا. انا كنت سمعتهم من الخيار المنقع زي ما بيقولوا في الاسواق. لازم يتلازم كده وانا عندي وجه اتنظر كده يا جماعة. في ناس وعنده وجه اتنظر عايب يا عماد ولازم تبقى يا جماعة مينفعش. الادب مع اهل قلة الادب مش ادب. الادب مع اهل قلة الادب مش ادب. انا بس عايز اقول لك التصريح ده اللي انت شفته على الشاشة بتاع رئيس الوزراء شفته كم مرة لحد دون طيب. نفس الكلام ده. لو رئيس الوزراء يوجه بعدات تقرير دوري عن جهود المبزولة ضبط الاسواق. رئيس الوزراء يأمر بضبط الاسواق. رئيس الوزراء يعلن اسعار بعض السلع ومش عارف ايه. يعني ده جاء قدامك مش في اخر خمس سنين اللي هو ماسك فيهم ولا ست سنين. لأ في اخر شهرين. في اخر شهرين. شفت التصريح ده كم مرة. هبقول لكم انا محبش هروح للملف المصري دي عشان هوجع قلبكو بالكلام وهيتوجع قلبي كمان. لكن انتو حبين كده على عيني وعلى رأسي.